شخصاً حتى اليوم ركام ما خلفه داعش الإرهابي شاهداً على خفايا مفزعة ركام سترى ما خلفه عناصر التنظيم وكشفته الأمم المتحدة في تقرير رسمي عن أدلة كبيرة استخدم فيها الإرهابيون مواد كيميائية كأسلحة شديدة الخطورة ومحرمة دولياً الأمم المتحدة كشفت في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشته تصنيع تنظيم داعش لصواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيميائية وأجهزة متفجرة يدوية الصنعة التقرير رفع الغطاء عن كارثة بشرية صنعها داعش في مناطق مختلفة من البلاد إبان سيطرته عليها إذ تكمل الكارثة بتورط الشبكات منشآت الخدمة المالية التي قدمت دعم للتنظيم الذي بدوره ارتكب جرائم كبرى من العنف الجنسي والطهاد مسيحيين وتدمير التراث الثقافي والديني الفريق الأممي الذي كشف معلومات جرائم التنظيم حدد بضوابط وضعتها الأمم المتحدة رفضت فيها منح حكومة بغداد نشر نتائج التحقيق لأسباب قانونية ملتزمة بها مع الجانب العراقي ما يتطلب تنفيذ حكومة بغداد شروطا تتعلق بتحقيق تشريعات ومعايير مطلوبة منها لمشاركة الأدلة الدامغة والخطيرة على استخدام داعش للأسلحة الكيميائية وهو ما يفتقده القضاء العراقي بحسب تقرير الأمم المتحدة إذ تسعى الأخيرة لمساندتها من الحكومة العراقية بتقديم فهم أكبر للمواقع التي يشتبه بوجود أنشطة لتصنيع الأسلحة واستخدامها في جميع أنحاء العراق كما كشف التقرير عما يقارب الخمسة ونصف مليون صفحة من الوثائق التي تثبت وجود شبكات ممولة وداعمة لخلايا التنظيم الذي ما زالت كثير منها نائمة تتحرك بهجمات إرهابية بين فترة وأخرى في البلاد وسجلات تتعلق بالتدريب الذي كان يوفره لكبار عملائه على استخدام المواد الكيميائية كأسلحة بما في ذلك أجهزة نثر المواد الكيميائية